السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أمر تعالى أقولك تعملي ازاي كيكة جوز الهند سهلة وبسيطة وشكلها أمر ومنظرها جميل وأقولك تعملي ازاي الشكل اللي عليها ده والله القطعة منها بتوجيك في حتة تانية والله بحس ان هي بتعدل الدماغ بتتمشي الصداع كأنك خدش بنا دول طعمها حلو جداً كيكة جوز الهند دي حاجة راقية جميلة جداً والخارطة عالية وهاشة تعالى أقولك نعملها ازاي نقول بسم الله الرحمن الرحيم هبتدي أعير بنفس الكوباية المعيارية كله حجم واحد قادي كوباية لبن وقادي كوباية سكر أنا هعير الدقيق تلك كوبايات فهحط نص مقدار الدقيق سكر ولبن وهحط الزيت ربع مقدار الدقيق بس هقلل كمان عن الربع لإني هحط جوز الهند وجوز الهند بيبقى فيه نسبة زيوت بنستخلص زيت جوز الهند فأنا هحط أقل شوية من الربع هاكسر بيض هيجو طلب بضغط لو أول مرة تتفرج علي أنا بعير البيض بالكوباية بحط البيض والزيت كوباية واحدة لو أنا عاملة كوبايتين دي بس أنا هعمل تلاتة بس عشان جوز الهند هضيف إضافة زيادة فحطيت زيت شفاف كملت الكوباية هقلل نسبة الزيت والسكر هادي معلقة خلي كبيرة بتضيع الزفارة بتاع البيض وبتخلي كيكا طرية جدا وهشة وهحط كمان باكوفانيليا أو محسن بطعم جوز الهند دي فيه ما احنا كده كده هنحط جوز الهند هادي المكونات كلها مقاس واحد نشوف بقى الدقيق نفس الكوباية المعيارية هتعيري بها الدقيق أنا نخلت اتنين وجي التالتة تلات كوبايت وتعمليها فصانية المقاس الكبير بتاع الطقم اللي هما بيبقوا التلات ثواني أكبر واحدة عملت فيها علشان تاخد برحة وتبقى عالية ومزبوطة يعني ما تبقاش عالية جدا تبقى متوسطة الكتعة منها بصراحة كاتهشة وجميلة نخلت الدقيق احط عليه رشة ملح زرة ملح سنة عن النبي على أفضل الصلاة والسلام الزيت بقى أو السمنة اللي هبطن بيهم الصانية هلغيهم النهاردة وحطوا تحينة لازم يبقى فيه اختلاف عن أي كيكة وهبطنها بدقيق وجوز الهند هتدل دلوقتي معلقة دقيق دلوقتي هحط شوية جوز هند هبطنهم في الصانية هيخلوا الريحة عالية معنا ويخلوا الطعم أحلى وتبقى جوز هند بره وجوه قادي وزعتهم في قلب الصانية وطبعا قبل أي حاجة تحطي ايدك فيها لازم تولع الفرن يسخن وتبطني الصانية أول حاجة قبل ما تبدأي تعملي الكيك النقطة دي خلي بالك منها هنبتدي نحط المكونات نبدأ بالسكر هضيف كوباية السكر قلنا لون دقيق تلاتة نحط نص مقدار دي ده جوز الهند بس أخليه للآخر هضيف عليه آدي كوباية البيض والزيت هضيفه على السكر النهاردة هضرب بالمضرب الكهربائي آدي ثلاث بيضات وعليهم معلقة الخل وزارة الفانيليا باكوفانيليا هبتدي أضرب بالمضرب الكهربائي بدأت موطية سرعة وهبدأ أعلي تدريجي الغاية لما السكر يدوب معانا خالص واللون يفتح معانا يعني هتاخد معك حوالي سبع دقايق وتبدأ تهيش معانا أضيف بقى اللبن أضيف المكونات التانية قلتلك اللبن والسكر بتحط نص مقدار دقيق بما أني هحط تلا كوباية دقيق يبقى أنا هحط كوباية ونص لبن واللبن كان قطع معايا مش مشكلة بيبقى جميل جدا برضو أول ما جيت أغليه ولقيته بدأ يقطع رحت طفي عليه أنا بحب أعمل الكيكة بلبن سخن بيغلي بس النهاردة عملتها بلبن دافي هتديكي برضو نتيجة كويسة وطرية لأني أنا حطى الخل بيطريها تفضلي تضرب بالمضرب لغاية لما تحس إن السكر داب خالص وكل المكونات تجنست مع بعض ودابت وهشت ولون هفتح تعرفي إن كده خلاص تبدأ تضيف المكونات التانية أنت لو عايزة تحطي السكر كوباية مش مشكلة لأن جوز الهند أنا كده ضفت نص كوبات السكر التانية لأن جوز الهند بيبقى مسكر وفي نسب الزيوت عشان كده أنا قللت الزيت حاجة الوحيدة اللي قللتها النهاردة في مكونات صنية الكيك بس هدف عليها جوز الهند بديل اللي أنا نقصته جوز الهند تدي فيه آخر مرحلة علشان يتحن كويس بالمطحانة الكهربائي ولو عندك خلاط مضرب يدوي ممكن تعمليها بإيدك في كل الحالات هي هي النتيجة بس أنا قلت أسعف وقت وهتدي نتيجة أحسن بكتير طبعا المضرب الكهربائي أحسن من اليدوي وشفشا الخلاط كمان آدي المكونات جوز الهند تحطيه قبل الدقيق لأنه هيتجانس ويختلط بقلب الخليط اللي احنا عملناه وتحطي الدقيق وتعملي بالمضرب على أوطى حاجة وبعد كده تعملي بالمضرب اليدوي أو بالاسباتيولا هنحط بقى كيس كيكشيف على المكونات ديت اللي هم الثلاث كبيات دقيق بنفس الكباية الميارية اللي عيرت بيها الكل وهحط زرة ملح أنا حطيت برضو زرة ملح على البيض لأنه برضو بيمنع الزفارة حاجة بسيطة كده سنة عن نبي على أفضل الصلاة والسلام هبتدي أضيف تدريجي الجيب حب حب هحط بحاجة الأول وبعدين هعضيف الباقي مرة واحدة وانت موطية المضرب أو بتعملي ببطء بالراحة احنا مش عايزين الكيك يخش فيه هوا ولا يبقى هابط احنا عايزينه هش وجميل وجوز الهند مش هيقصر خالص ولو بتستعملي أي نوع معين بيكنج بودر أنا بفضل كيكشيف أو لو انتش بتستعملي البطرمان حتي معلقة كبيرة صغيرة ببتدي أحط تدريجي الجيب وبعد كده هضيف الكمية كلها وأنا برضو باستمر معايا في التقليب بوطل أول المضرب علشان ما بعزقش الجيب ويطلع برا البولة وبعد كده أول ما تجانس مع الخليط هبتدي أعلي معايا السرعة كده ضفت المقونات الجفة مع المقونات السيلة لو أول مرة تشوفيني دوسي على الاشتراك واشتركي معايا في القناة وفعل الجرس عالكل عشان يوصلك كل جديد ولو عجبتك الطريقة ابقى اعملي إعجاب آدي في الآخر النتيجة جميلة جدا عاملة زي نتيجة الكيكة الأسفنجية طرية جدا ولونها افتح كل ما لونها افتحه معاك تعرف ان انت ماشي الخطوات صح وان النتيجة دي الكيكة دي كيكة نجحة خلاص كده بقى قوامها جميل هبتدي أعمل بإيدي عشان أتأكد وتعملي باليسباتيولة علشان تتأكدي ان القاعة مفوش دقيق ولا الأجناب بتاعة الطبقة أو البولة اللي بتعملي فيها عايزين نتأكد اني مفيش أي تكتلات دقيق تحت قاعدل باليسباتيولة بعمل تحت ما لقيتش أي دقيق مترصد تحت هبتدي أجيب الصينية اللي حطة طحينة وجوز هند عليها ومولعة الفرن عالي وانزل بالقليط بتاعي في الصينية هبتدي أشيل الصينية وهبتها كده كم خطة يجي 3-4 خطات علشان أتأكد اني خرقت الهواء وأعمل لها اختبار اني أنا ألفف عصاية بتاعة الشيش تووك أو سلاكة نجيفة علشان أخرج الهواء وقادي جمال كيك جوز الهند قعدت بالزبط 40 دقيقة في الفرن في النص ما فتحتش عليها وطيت وهي جوه ومحرقتهاش بعد نص ساعة بالزبط بتسلكي الطروف علشان تتأكدي ان هي مش مسكة في الصينية وعلى فكرة قلبها وهي سخنة قادي خبطت عليها عشان تطلع بصي لونها عامل ازاي وجوز الهند وتروحي قلبها العكس وهي على الصينية في نفس الصينية التانية علشان سخنة ما تلزقش معاك بصي بقى الحركة ديت هي ديت المنظر النهائي اللي شفتيه في بداية الفيديو بحط معلقة وشوكة ومحضرة جوز الهند ناعم وتحنى سكر بودرة حوالي نصف كبية وتنزلي بالخليط على الكيك وعلى المعلقة وعلى الشوكة وبعد ما تخلصي ترشي كل اللي معاكي تشيري الشوكة بالراحة والمعلقة باللي عليها السكر اللي عليها وجوز الهند هتلاقي تحتها فادي مديك المنظر اللي انت شفتيه بيبقى منظر شيك كده وجميل وتبقى منظرها مميز عن كيك الفانيليا وكيك الزبادي وكيكات التانية لان قلطين معاها جوز هند في العجين من جوة ومن بره في الصينية دهنينها طحينة وجوز هند وكمان على الوش جوز هند وسكر بودرة اتمنى ان الطريقة دي تجرى بيها وتقولي لي رأيك في التعليقات واتمنى برضو تقولي لي انت من انهي بلد بتشاهديني واسلوه بيواصلك ولا لأ او ببسط ولو في اي نقدة عادي انا بقبل بس ان شاء الله هتجرى بيها وهتعجبك وهتشكريني كمان انا مش بنزل حاجة ما بنزلش فيديو لما كون واسقة منه 100% وعملت كتير واسنين ومجربة طريقة وضمناها وعارفة ان طريقة مضمونة وسهلة معاك استحالة اقولك على وصفة وانا مش واسقة فيها اهدي وزعنا جوز الهند والسكر البودرة بتحاولي تثبتي المنظر بقى بتاع المعلقة والشوكة عايزة تعملي شوكة وسكينة عايزة تعملي شكل علم عايزة تعملي اي حاجة بنفس الفكرة اللي ورتهالك منظرها جميل جدا ممكن لو كيك شوكولاتة وتضيفي عليه الكاكاة وخام زي كده الشوكولاتة زي سكر البودرة والجوز الهند تعملي نفس الفكرة تديكي برضو نتيجة جميلة جدا ايدي المنظر جميل والله شكلها وطعمها طحفة والله طعمها يفتح النفس وشكلها يفتح النفس بجد كيكا امر والله حتة منها بحس ان هي بتعدل الدماغ شوفها عليها ازاي شايفة سواها جميلة ازاي وجوز الهند باين فيها في الاجناب وفي القار يعني جوز الهند من برا ومن جوة طبعا مش اي حد بيحب جوز الهند لو عشاء جوز الهند بس يعملوا كاكة جوز الهند جي وهستنى رأيك الجميل وتعليقك الجميل انها ان شاء الله هتهجبك وريحتها بقى ما اقولكش قلبة الدنيا والله كانت قلبة البيت ريحة مميزة عن اي كيكا ريحة حلوة اوي تبيش عارفة بتعمل ايه ده كيكا ولا بسكوت ولا ايه بالضبط ريحة حاجة جميلة جدا ايدي منظرها الجميل الشوكة والمعلقة عالية سهلة هقطع دلوقتي حتة منها علشان تشوفي من جوة لونها عامل ازاي وهشة ومستوية وعالية عالية جدا والله قطع ومتساوية مفاش حتة عالية وحتة وطع علشان اختبار السلاكة اللي عملناها او عصاية الشيش طوك بتخليها متساوية من كل الجناب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم